اه بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين احنا معانا دكتورة اماني ومثالث دكتورة اماني غنية على التعريف وكلكم عارفينها ودايما احنا بناخد بركتها بمرة في السنة واحنا بنعتبر يعني ان احنا محظوظين ان هي بتلاقينا وقت تدينا موضوع من الموضوعات اللي هي اساسية في حياتنا النهاردة الموضوع يمكن موضوع شيق وشائق في نفس الوقت لكن ان شاء الله بنعمة ربنا بنحبتها ونسمع صوت ربنا من خلالها هي هتقول لكم على الموضوع احسن عشان انا يعني ما كنش بقول حاجة مش صح يعني قدر يا دكتور سلام عليك شكلكم فعلا الموضوع شائق وشيق ومن المواضيع يعني انا بعتبره السؤال كيف اتكيف مع مالا استطيع ان اغيره لو سألتوني السؤال ده هقولوكم ما عرفش لكن الحقيقة انا بشكر بش مهندس مونير انه اعطاني الفرصة دي ان انا اركز وابحث واقرى كتير واسمع حاجات كتير وحط الموضوع كله مع بعضه لان انا كل مرة بحضر موضوع الحقيقة انا اول واحدة باستفيد منه جدا موضوع ازاي اغير انا ازاي اتكيف مع ما لا استطيع ان اغيره دايما بفكر ان ده سؤال بمليون جنيه ولا مليون دولار يعني لو الواحد لقي فعلا حل لان هو يتكيف او يقبل وانا بفضلت لها كلمة يتكيف اكتر من يقبل لان هو التكيف القبول ده حاجة كده هقبل وخلاص يقبل يا مقبلش لكن التكيف محتاج تدرب زي ما القديس بوليس قال تدربته ان اكون مكتفيا تعلمت وان اكون مكتفيا بما انا فيه اعرف ان اتضع واعرف ان استفضل في كل شيء في جميع الاشياء قد تدربت ان اجبع وان اجوع ان استفضل وان انقص استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني فقبل اي حاجة بطلب ابونا صلواتك بس بقولك هاي ابونا وتسوني هاي ابونا اي حافظك ربنا وانشهدك كلنا الحقيقة عندنا اوضاع في حياتنا كنا نتمنى انها ما تكونش موجودة او ما تحصلش وفي نفس وقت مش قادرين نغيرها والحقيقة لما حاجة زي كده بتحصل الواحد بيحس انه هو في كورنر مزنوق في كورنر كده والحياة كلها كأنها هي الوضع ده يعني الوضع اللي ما بقدرش أغيره في حياتي بلاقي نفسي مخي متركز جامد خالص عليه طول الوقت وبفكر وبياخد حيز كبير جدا وتصبح حياتي كلها غير مقبولة يعني نبدأ بوضع معين أنا مش عايزه لأن حياتي كلها بتدت تبقى الوضع ده أو السبب ده أو الموقف ده هو اللي مخليني أقرأ حياتي وبيسيطر علي وده شيء معروف أن احنا كل حاجة يعني مش عايزينها بتسيطر على مخينا أكتر علشان أقدر أجاوب وتعلم معاكم عن إزاي أقدر أتأكيف مع الأمور اللي مش أنا أتمنها هنروح مع بعض رحلة اعتبروا نفسنا كده راجبين أوتوبيس والرحلة دي فيها كذا محطة كل محطة هنقف فيها وقفة صغيرة هناخد كأننا نازلين نعمل او نتفسح في الحتة اللي احنا وقفنا فيها بالأوتوبيس وبعدين هنتجمع وننقل حتة تانية بس في كل محطة عايزة نحنا ناخد معلومة صغيرة وفي الآخر في الترمنال أو في نهاية الخط هنقف ونجمع كل اللي تعلمناه ده ونطلع منه بإيه بملخص عشان كده أنا أتمنى يا ريت لو كل واحد معك ورق أو ألم كل واحد يكتب كلمة أو حاجة واحدة أنا هقول حاجات كتيرة أو في السكة بس لو كل واحد فينا طلع بحاجة واحدة بقرار النهاردة أنه هو هيبتديها فده يبقى كويس أول أول حاجة عايزة أكلمكم فيها النهاردة أول محطة هنقف في المحطة فيها سؤال واحد مهمة أوي ثانية أنا هفتح بس باش ماندس انت عاملني كوهوست ممكن أشير أيوة حضرتك كوهوست أنا عاملة شوية سلايدز كده صغيرة شكلي وأنا المفروض أبتدي هنا شير أبتدي من آه أوكي أنتو كده شايفين لا لسه بس انتي كوهوست دلوقتي يا دكتور أنا مش عارفة أوكي مش شايفين حاجة برضو مش كده طب خلص مش مشكلة أنا هابوس على عندي من الآيباد وخلاص آه أول محطة هنقف هتكلم فيها أو فيه تلات نقاط أساسيين عشان نقدر في الآخر في الترمينال نوضى بالأفكار مع بعض أول حاجة هسألكم هقول لكم هنتكلم مع بعض عن آه إيه الفرق بين الألم آه الألم والمعاناة تاني فأتاني محطة هنتعلم مع بعض إيه أسباب عدم قبولنا للواقع عموما هنلخصهم في نقطتين أساسيتين المحطة الثالثة هتكلم على شوية كده فيسيولوجي صغيرين خالص على المخ لأنه ده ده سر التغيير وده سر اللي أنا هتناقش فيه النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها المرونة العصبية وده الحقيقة علم جديد من ابتداء من التمانينات هو مش يعني هو اكتشاف في الطب أو في طب العصاب وده سر من أسرار المهمة جدا جدا فيه إن إحنا نقبل الواقع بتاعنا فخليني هدخل دوني اللحظة أنا كنت أتمنى إن إحنا نشوف مع بعض السلايدز بس أنا مش عارفة أنا مش عايزة نضيع وقت خلاص خلينا ندخل في أول حاجة إيه ترى الفرق بين الألم والمعاناة كنت أتمنى إن إحنا نبقى إنتر أكتف يعني إن أسألكم ونجاوب مع بعض بس عشان التكنيكال بروبلمز بتاعة الزوم بحس إنها صعبة فأنا هتكلم على طول بس بليز أتمنى ما تسرحوش يعني وإني إيه هو الفرق بين الألم والمعاناة هل في فرق بين الألم والمعاناة؟ دي نقطة أساسية جداً عشان دي أكترولي المفتاح الأساسي اللي هنفتح بالموضوع الألم هو إحساس جسدي أو عاطفي أو نفسي يعني يحدث نتيجة تلف في أجزاء معينة مثلاً في الجسم يعني الواحد إيده تقطعت أسخن زوره واجعه ده الألم أو مثلاً فقط حد عزيز عليه جداً حاجة بتخليني مش مرتاح يا إما نفسياً يا إما جسدياً خلاص؟ فيبقى الألم هو حاجة بتحصل لي لو تفتكروا الألم ده بدأ من أول السقوط من أول ما آدم وحوى سقطوا ابتدأ الألم يدخل إلى الطبيعة البشرية فأصبح الألم هي الألم هو حتى إيضاً في الحاجة يعني ربنا لما قال لأدم قال له بعرق جبينك تأكل خبز إن ده ألم ده تعب ما بقتش الحياة سهلة زي الأول وحوى هتدخل في الألم الولادة وبالألم تحبلين وتلدين فالألم اللي هو حدوث شيء بيقلمني بيوجعني جسدياً أو نفسياً ده بيبقى جزء طبيعي من الكيان الإنساني أو من التجربة الإنسانية بعد السقوط وجزء لا يتجزأ من حياتنا ما فيش إنسان على الأرض عاش أو هيعيش بلا ألم سواء نفسي أو جسدي وبوص في الأغلب بنبقى كلنا بنمر بالألم النفسية والجسدية فهي حاجة لا تتجزأ هل أقدر أتجنبه؟ لا الألم ما أقدرش أتجنبه ده جزء من الحياة لا يمكن تجنبه وبالتالي لا يمكن التحكم فيه أنا عايزكم تفتكروا كلمة إيه؟ الألم لا يمكن تجنبه ولا يمكن التحكم فيه خلاص؟ طيب ده الألم إيه هو بقى المعاناة؟ ناس كتيرة بتستخدم الألم والمعاناة؟ أنا بتقلم أنا بقى أعاني كأنها كأنهم هما الاتنين حاجة واحدة في الحقيقة لا المعاناة هي من النحية الثانية هي كيفية أو المعاناة هي حوار عقلي وتفاعل عقلي سواء الواعي أو اللا واعي إزاي بيتفاعل مع الألم؟ هو زي استجابة للألم سواء الألم الجسدي أو النفسي أو العاطفي يعني فيبقى المعاناة هي كيفية تفسيرنا وتجربتنا للألم وهي يعني مرتبطة ارتباط كبير قوي بنشقة الإنسان وشخصيته وبقته يبقى إذن المعاناة يعني لو حبيت ألخصها المعاناة هو أنا بقول لنفسي إيه عن الألم اللي أنا بمر به وده اللي أنا بقوله النفسي هي دي المعاناة اللي هو المعاناة هي إيه اللي أنا بقوله عن الألم اللي أنا بمر به عشان كده زي ما هتشوفه او زي ما لو رجعنا هنلاقي ان كل انسان ممكن اتنين يمروا بنفس الظروف النفسية او بنفس الفقد او بنفس الكوفيد مثلا ولكن كل واحد لما يجي يحكي بعد كده عن القلم ده يحكي بطريقة مختلفة فيه انسان يقولك اه ده انا الكوفيد ده تعبت قوي وكده بس الحمد لله بقيت قويس واحد تاني يقعد يحكي على قد ايه الالام الرهيبة والتعب والمشاكل فكل واحد فينا لي استقبال معين للألم ايه اللي بقوله عن الألم النفسي او الجسدي هي دي ايه المعاناة اذا المعاناة ده جزء يعني انا ممكن اتحكم فيه سامهاو اقدر ازوده اقلله او اتعلم هو ده اكترال اللي احنا عايزين نركز عليه النهاردة المعاناة ده جزئيات مهمة اوي مرتبط جدا بشخصيتي ببئتي بطريقة التربية بتاعتي بالظروف اللي انا مريت بيها كل الحاجات دي بتشكل مع بعض زي ما هنعرف طريقة حكم معين عن عن الألم او عن الحاجة اللي تعبتني عشان كده المعاناة تختلف من شخص الى شخص يبقى تاني الألم حاجة انا اساسية في حياتي كبشر كإنسانة وفي نفس الوقت المعاناة هو انا بقول ايه عن الألم دوت وهتوضح الصورة اكتر طيب يبقى احنا قلنا ايه دي أول حاجة احنا اول محطة خلاص فيه حد عنده اي سؤال في حتة الألم والمعاناة والفرق بينهم اوكي ندخل بقى لتاني محطة هناخد برضو معلومة وفي الاخر هجمع كل ده مع بعضه ايه يا ترى سبب تعاسة اي انسان او عدم السعادة او ظروفنا المتعبة اللي احنا ممكن نمر بي ايه سبب مش سبب الظروف انا اقصد سبب الامور اللي هي ممكن تخلينا تعسق في حياتنا واحد هيقول لي المرض واحد هيقول الفقر واحد هيقول محققتش احلامي كل واحد فينا عنده لستة حاجات سبب تعاسة عموما سواء حصلتلي او انا خايف منها تحصل لكن في مخي دي سبب تعاسة او سبب عدم السعادة او سبب عدم الارتياح لكن انا هقول لكم على حاجة ايا كان كل واحد فيكم عنده فكر معين عن ايه السبب اللي بيخليني مش سعيد في حياتي هنحطهم تحت حاجتين كبار يعني زي two fact two umbrella يعني زي مظلتين كبار اوي اوي هي اول حاجة ان انا بطلب حاجة بسع ورا حاجة مش عندي يعني مش شرط على فكرة ده اللي بقوله ده مش معناه انه خطية ووحش ومفروض ما سعاش ورا حاجة مش عندي لا بس انا بقول عموما اسباب التعاسة الانسان وعدم قبوله لاي وضع هو فيه ان بيبقى فيه وضع تاني غيره هو مش يعني ايه عايزه ومش وصله يعني انا مثلا عايز تبقى ظروفي صحية احسن بس للأسف ظروفي تعبانة مديا انا عايز فلوس اكتر بس مش قادر اوصل لها فبالتالي على طول الموضوع ده تعبني مثلا في علاقاتي انا عايز تبقى علاقاتي مع اولادي تمام وبرفكت بس للأسف مش وصل لان اوصل للي انا عايزه فبقى حاجة انا عايزها وبحاول اشدها تخيلوا واحد بيشد حاجة حجرة كبيرة قوي قوي بيحاول يشدها ومش قادر يحصل عليها ومن الناحية التانية المظلة التانية تحت الحاجات اللي بتتعبنا حاجة عندي مش عايزها مش عايز الفقر مش عايز التعب الصحي او الصحة التعبانة مش عايز الخناء مش عايز مثلا الناس تبصلي بطريقة معينة الحاجة دي ساعد تبقى عندي ومش عايزها او خايف منها او بحاولة زقها فيبقى اذا وضع الانسان وعدم ساعدة الانسان في وضعين يا اما بحاول اشد حاجة مش وصل لها يا اما بحاول ازق حاجة مش عايزها سواء انا عندي ومش عايزها او خايف منها تجيل يعني انا خايف من الفقر فتلاقي طول الوقت بفكر فيها خبر ولو حصل ولو حصل فايه يبقى انا بشد من ناحية وفي الاغلب احنا بنعمل الاتنين مع بعض في نفس الوقف حاجات عايزينها وحاجات مش عايزينها فبقى بشد من ناحية كأنه واحد يعني تخيل وضع واحد بيزق طوبة جمدة خايف تقع عليه وبيشد طوبة تانية او حجارة كبيرة جمدة تقيلة او بيشدها ده وضع غير مريح نهائيا هو ده وضع الانسان اللي عنده فيه في حياته حاجة تعباه وبتعمله ارهاق نفسي وجسدي حتى ايضا روحي زي ما هنشوف بعد كده يبقى تاني محطة وضعيفنا فيها عرفنا اول واحدة الفرق بين الالم والمعاناة وان المعاناة دي حاجة في ايدي الى حد ما انا عارفة ان انتوا لسه الغالي الوقت مش مقتنعين انها في ايدينا لكن هنشوف مع بعض الحاجة التانية ان كل حاجة بدايقاني وحطاني في وضع انا عايزة اغيره متدايق منه هو يا اما حاجة انا عايزها ومش قادرة توصل لها ويا اما حاجة انا مش عايزها او خايف منها وبحاول ازقها طيب يا طرق ايه هندخل بقى على المحطة التالتة يا طرق ايه المحطة التالتة وبعد كده بقى هنوضى بالحاجات دي كلها مع بعض المحطة التالتة هو سؤال مهم هو ليه انا كتير قوي كل واحد فينا ايه اللي بيخليني مهما حاولت اغير حياتي برجع تاني ولاقي نفسي في نفس الوضع كل ما حاول جامد اغير من الوضع الخارجي او حتى اغير من نفسي ان انا اقبل وضعي مش عارف ايه اللي بيخليني افشل في ان انا اغير الوضع اللي تعيبني ده في الاكتر من كده كمان ان ساعات الواحد كل ما يحاول يغير وضع الوضع بالزاد في العلاقات بالزاد في الحاجات النفسية كل ما حالته تتضهور اكتر او الوضع ساعات يزداد سوق اه ليه وفي نفس الوقت سؤال تاني ليه يا ترى في بعض الناس لا حياتها سهلة او في نظري او يعني من برة حياتها سهلة وكل حاجة حلوة جدا ومن نجاح الى نجاح ومن فلوس لفلوس ومن صحة لصحة وناس تاني يعني تحس ان كل حاجة مقفولة كل ما امشي في مشروع يفشل كل ما اطلع من حاجة ادخل في حاجة تانية فيا ترى هل وتلاقي ناس كتير يقولك ايه انا انا يعني حظي وحش في الحياة اه فالنهار ده برضو عايزين مع بعض نفهم ليه ليه هل هل في ناس فعلا حظاها وحش وناس حظاها احسن هل في حد مثلا زي ما بعض الناس يقول ده فلان ده منحوس يعني بجد بيحصل له حاجاته ومش عايزها ها عايزين نعرف مع بعض هو ايه بالزبط اللي بيحصل وفي دلوقتي علم جديد يقولك ان الانسان بيجذب الحظ وبالطريقة يعني فيها نوع من شوية مش عايزة اقولي الشعوازة بس يقولك ايه جذب الحظ وخلي معاك ده وقول كذا وده كل ده هيجلب لك الحظ هل ده فعلا حقيقي هنشوف مع بعض عشان اقدر اجاوب على السؤال ده فانا عايزة بس بسرعة قوي اقولك وهدي الحاجة اللي كنت نفسي اوريها لكم على السلايد بس للأسف انا مش عارفة اشير السلايد بس مش مهم ان احنا المخ بتاعنا هاخدكم في رحلة في المحطة دي هننزل شوية كده نشوف شوية حاجات تشريحية وفيسيولوجية اصبروا معايا ما تزاقوش بس الانية دي مفتاح الموضوع بتاعنا ان احنا كل واحد في دماغه او الجهاز العصب بتاعه بيتكون من المخ والحبل الشوكي والأعصاب احنا ملنش جاوب الحبل الشوكي والأعصاب دلوقتي احنا في المخ المخ البرين يعني المخ اللي هو الاناتومي او الجزء اللي جوه الجمجومة اللي بنسميه الدماغ او المخ يعني ده بيتكون من كميات كبيرة جدا مش عارفة 86 بليون خلية حاجة كده رهيبة اوي اوي يعني خلايا عصبية كتير جدا جدا والخلايا العصبية دي لها اشكال معينة لها خلايا ولها دندريتز اللي هي اللي هي ايه شعيرات طلعة منها او يعني مش مهم المهم يعني انتو مسدقيني ان كان نفسي واريكم الصورة ازاي ان المخ ده متكون من اعداد مهولة من من الخلايا والسنترز او المراكز مركز للتنفس ومركز للإحساس ومركز للنظر وللسمع واعصب طلع ودنيا ايه اخر لعبك لكن عشان نلخص الموضوع دوت هقول لكم الدماغ دي دماغ كل واحد فينا عاملة زي بالزبط شبكة ضخمة جدا من الطرق السريعة عارفين لما تبصوا من فوق كده وتشوفوا هايويز على بعض ومسلا خمسة ستة هايويز دخلين في بعض ويمين وشمال وإجزتس وده طالع وده داخل او بالزبط احنا الدماغ شبكة ضخمة من الطرق السريعة والفرعية اللي بتربط بين ملايين المنازل والبلاد والحاجات المختلفة كل بيت صغير او منزل يعني منزل صغير او مكان او بلد اعتبروا انه هو عبارة عن فكرة ذكرى مهارة كل الحاجات دي متوصلة بعض عن طريق الفايبرز او الفايبرز اللي هي الاعصاب مش الاعصاب يعني الشعيرات شعيرات شعيرات متصلين كلهم ببعض ومتصلين بايه بالحواس لما احنا بنيجي نفكر بطريقة معينة او بنشوف حاجة معينة اوكي الحاجة دي لو شفناها لأول مرة بنسميها مؤثر الحاجة دي لما بنشوفها بتوصل لمخنا عن طريق عينينا عن طريق ودنة بنسمحها عن طريق اللمس عن طريق الحواس يعني او عن اي طريق المؤثر ده لما بيدخل في الدماغ بيكون مسارات عصبية لان النهاردة شغلنا كله على الحتة دي مسارات عصبية بنسميها زي مسارات او زي شبكة الطرق دي زي مثلا ايه انا لما بشوف شخص معين الشخص ده انا بكره بداي منه بيغزني سببلي قلم نفسي قبل كده اول ما بشوفه فاول مرة اول ما بيحصل موقف معاه بيحصل ايه زي اشارات عصبية كتير خالص خالص في المخ توصل لي مثلا سمعت صوته فابتدي اتخيل شكله وبعدين افتكر هو عمل فيا ايه وبعدين ابتدي احس بالغيز وبعد كده هو تيجيني فكري تاني يقول لي لازم تحبي اعدائك مثلا او واحد تاني يجيله فكري يقول ايه اعمله مقلب احطله ايه يعني شنكله مثلا او يعني اعمله ايه سفين واحد تاني انتقم منه بالطريقة الفلانية وفكري تاني لا رد على كل دي عبارة عن ايه مصارات مصارات في المخ ابتدت بان انا شفت او سمعت صوت الشخص الازاني دوت اوكي فاحنا كل مرة انا هشوف الشخص ده ممكن افكر بنفس الطريقة ان انا بطغاز ممكن ابتدي اقول ايه لا انا هتجنبه فامشي في ناحية تانية فانا لما بكرر العمق الحكاية دي وانا هديكم مثلا اقرب لما بكرر الحتة دي بيحصل ايه بيحصل في مدار عصبي اوكي مصار عصبي معين كل مرة بشوف او بفتكر الشخص ده بفكر بطريقة سلبية بفكر بطريقة مثلا سي اتجنب فانا بعمل ايه بعمل مصار عصبي كل مرة بمر بالظرف ده وبفكر بالطريقة دي وبتجنبه بنقعد نلف في دايرة المصار العصبي فيبتدي في مخي خلاص بقى دي جزء ايه بقى جزء من الفيسيولوجي بتاع مخي بقى مخي مباربك على ان هو يعمل كده كل مرة تعالوا بقى نطبق الكلام ده على مش شرط شخص ما بحب بداء منه او ازاني تعالوا نطبق المواضيع دي على بقى كل طريقة تفكيرنا ساعات ايفن الواحد يسمع ترتيلة بتلاقي الترتيلة دي دايقته قبضته يا ساتر الترتيلة دي قبضتني لانها فكرتني بحاجة ممكن اخد بالي انا لد قبضت وممكن لا يقولك لأ موسيقتها انا مش بحبها هي في الحقيقة عبارة عن مصارع عصبي تلامس مع ذكرى معينة مع حاجة معينة مش بحبها بخاف منها بتقلقني انا فاكرة زمان كان في ترتيلة وانا صغيرة قوي كنت اول مسمحها احس بالخوف واللي هي مش ادرا تكربس المؤمن الامين رغم ان انا بقيت احبها قوي المؤمن الامين يفرح فرع عظيم لما يسوع يجي رغم ترتيلة جميلة جدا جدا بس انا فاكرة وانا صغيرة كنت دايما والخاطي ظل حزين وحاجات ذلك لسبب معين قد تكون المرة اللي تقالت فيها كان فيها تركيز على ان المؤمن الخاطي ده هيروح النار وهيظل حزين وشياطين هتعذب فيه فارتبطت في مخي بحاجة انا مش بحبها فممكن ما افتكرهاش لكن كل ما تترتل قدامي الدايق ده بيعمل ايه ده ما صار عصب بتكون بقى هو اللي بيلف في مخي لما خلاص الترتيج بتفكرني بالعذاب بتاع الجحيم مثلا مثلا اللي بيحصل ان ده بيحصل بقى في حياتنا العملية ايجابيا وسلبيا في ناس انا لما بشوفهم بيصيروا فيا امل ورجاء لان مرة لاني حسيت انهم ناس ايجابيين فانا بفكر فيهم فابتدي ايه ابقى عايز اقعد معاهم وعايز اتكلم معاهم ومن ناحية التانية ممكن يبقوا ناس من اقرب الناس لي اولادي ممكن يبقى زوجي او امراته ابتدأ يبقى كل مرة بنتكلم مع بعض بنبتدي ايه هو ليه قالك كده هو ابتدي اكون فكرة سلبية وابتدي ايه اكون هو يقصد ينقضك مثلا او يقصد مثلا يهينك وابتدي اكون افكار سلبية عن الشخص ده اللي انا ممكن اكون عايشة معاه او عن اولادي او عن اي حد فازاي عملت مسار عصبي كل ما بستعمله كل ما بيقوى زي بالزبط اللي بيمشي في مداء رملة كل ما بيمشي على المداء ده كل يوم كل الناس بتمشي عليه تلاقوا المداء ده ايه افر اكتر واكتر وابتدى يبقى من مداء مليان زلط ابتدى يمكن يبقى طريق كأنه مرصوف ليه لان عليه ممرات كتيرة سواء الافكار السلبية دي بيسببها ناس سواء انا بتسببها افكار معينة سواء بيأتي اللي انا تربيت فيها سواء طريقة التربية اللي تربيت بيها حاجات كتيرة خالص خالص مش هندخل في تفاصيلها لكن كونت عندي طريق التفكير سلبية اوكي فتعالوا ناخد بقى موقف مثلا انا موجود في صحتي تعبانة مثلا وعندي ظروف صحية ما كنتش اتمنى بقى فيها ومش عارف اغيرها فده قلم لما يبتدي بقى مخي يفكر اوه هيحصل لك ايه بعد كده فانت اكيد هتعجز وبعد كده محدش هيسأل فيك ونبتدي نرسم قصة معينة القصة دي اول مرة بنعملها بنعفر مصار عصبي ليها وبتيجي من غير ما فكر ما بقى بفكرش اني بعمل مصار عصبي لكن بقى ايه فكرة ان انا عيان بفكر معها بحاجات سلبية بحفكر في ان بكرة هيحصل ايه ده هيحصل لي وهيحصل لي وهيحصل لي وابتدي ارسم ايه فيلم هندي عارفين ليه فيه الفيلم الهندي دايما نهايته حزينة فابتدي ارسم قصة ومع القصة اللي انا برسمها دي بحفر مصار في مخي عصبي فكل مرة افتكر المرض ابتدي افكر بنفس الطريقة بالخوف بالقلق بتكرار استخدام الطريق هيصبح اسرع واسهل في الاستخدام ويزداد وضوحا بالضبط ردود دي اللي بنسميها ردود الافعال فيبقى انا النهاردة مثلا بنتي قالتلي كلمة وحشة وابتديت اتدايق وفكر وبنيت عليها واتدايقت وعملت مصار عصبي على ايه انا هتجنبها ومش اتكلم معاها وهعمل 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 اي مرة تاني انا تيجيني الفكرة عن الموضوع ده ابتدي ايه كل الحاجات السلبية تتراكم على بعضها ليه لان بقى فيه مصار ليها عصبي فهو ده دي مشكلة اساسية ليه احنا ساعات كتير قوي بنبقى عايزين نتغير عايزين نغير تفكير نو مش عارفين لان احنا مش مدركين ان ايه ان انا بنيت مصار عصبي في مخي اه خلاص بقى متبرمج مخي على طريق التفكير معينة طريقة سلبية اه ف ده اللي بيخلينا نشعر بالايه بالفشل احيانا طيب يا طرق انا يعني لغاية لو كنت بديكم محاضرة دي من عشرين سنة 25 سنة والله يمكن اكتر شوية كنت اقول لكم خلاص مفيش امل الانساء الحاجة اللي في المخ بنعملها ما بتتغيرش او لو واحد فقد خلايا في مخه فخلاص دي ايه انتهينا على كده ما بتتغيرش وكل ناس وكل ناس كتير قوي عارفة ان خلايا المخ اللي بتفقد مش بتتجدد يعني عارفين ان المخ ده العضو الوحيد اللي كل الخلايا اللي فيه لما بتدخل بتضيع او جزء منه بيضمر ما نقدرش نبنيه من اول وجديد فهل هذا صحيح؟ الحقيقة فقه هي دي بقى اللي انا عايزة اقول لكم عليها النهار ونفسي خالص اكلمكم عن الموضوع ده بالتفصيل بس طبعا المجال مش سهل ان انا احكيه بالتفصيل هحاول اللخصه حاجة اسمها المرونة العصبية وده اكتشاف جديد اكتشف في التمانينات ودلوقتي عليه يعني عليه حاجات مهمة جدا في العلاجات وعلاجات حاجات كتير جدا جدا في المخ سواء بعد السكتات الدماغية يعني اللي هي الاستروك او بعد ما انسان بسلا بيحصل له حدثة ويحصل له شلل كمان بنستخدمها كتير قوي دلوقتي في العلاج الاكتئاب في علاج اللي هو القلق وفي علاج اللي هو اترابات مبعد الصدمة حاجات كتير خالص بنستخدم فيها حاجة اسمها المرونة العصبية انا عايزاك اتمنى يعني ان انتو لما نخلص المحاضرة كل واحد يدور على الانلاين ولا اليوتيوب ويكتب المرونة العصبية بالانجليزي اسمها نيرو بلاستيسيتي نيرو بلاستيسيتي دي ايه بقى يا ترى هي دي المفتاح الحل بتاعنا وهنعرف بعض ازاي ان حتى في الكتاب المؤدس وفي حياتي سوعة هتشوفوا ازاي ان دي هتبقى واضحة جدا بس خليني اشرح علمين بيقول ايه بيقول ان احنا بعد ما كنا فاكرين ان المخ ما بيتغيرش اكتشفوا ان في قدرة في الدماغ على التأقلم والتغيير من خلال من خلال خل يعني تطليق production يعني انتاج خلايا عصبية جديدة وخلايا انواع مختلفة يعني المخ ده في انواع مختلفة من الخلايا بس قدرة المخ على ان هو دلوقت اكتشفوا ان هو المخ يقدر يخلق خلايا جديدة واللي اهم بقى من كده انه مش بس يخلق خلايا جديدة ان هو يحمل مصارات عصبية جديدة الانسان بعقله الواعي يقدر يغيرها يعني انا اقدر اغير مصارات معينة انا خلقتها او تخلقت في مخ سلبية في طريق التفكير معين اقدر اغيرها بالصبر وبال ايه بال ودي الطريقة اللي بنستخدمها او يعني اللي هو استخدام المرونة العصبية في الاكتئاب وهشحها بسرعة يعني هي بقى اذا المرونة العصبية دي قدرة المخ على الري وايرنج او ان انا اعيد برمجة مخي اذا طب انا هستفيد منها في ايه في موضوعنا اذا انا في وضع انا مش حبه في وضع اتمنى ما يبقاش موجود النهاردة عايزين مع بعض نعرف ازاي الالم ما بنقدرش نغيره في اغلب الاوضاع اللي احنا كرهينها في حياتنا ومش قابلينها سواء اوضاع مرضية سواء اوضاع مادية سواء اوضاع في العلاقات بيننا وبين الناس القريبين مننا او بين اصحابنا او حتى بيننا وبين ربنا لان هتشوفوا زي ان احنا حتى علاقتنا مع ربنا احنا ساعد بنبوزها بالسلبيات اللي بنتعلمها غلط ودي هتكلم عليها اذا انا عن طريق المرونة العصبية هتبقها على ان انا ازاي اقلل المعاناة الالم انا مش هقدر اقلله اللي هيحصلي واللي بيحصلي انا مش هقدر اغيره وان كان طبعا ساعات احنا بنجيب لنفسينا الالم عن طريق ان انا يعني بخلق للالم مسارات جوه مخي تقبله او تخلي يعني خليني اقول بخلق له معاناة بان انا افكر فيه طريقة سلبية فانا النهاردة عايزين مع بعض نفكر يا ترى ازاي ااخد استخدم المرونة فكرة المرونة العصبية ان انا اخلق في ذهني دوائر عصبية جديدة تخليني اقبل الوضع اللي انا مش قابله حاجة تانية مش بس المرونة العصبية مش بس انها بتخلق خلايا جديدة لان الواحد بعد ما يفقد مثلا قدرات معينة يبتدي يكتسب حاجات زيها تاني هي بتكون نكت بعض الحاجات تربط حاجات مع بعض خلايا مع بعض ما كانتش مرتبطة ببعض قبل كده فاهمين يعني مثلا في حاجة في المرونة العصبية بتقول ان الخلايا العصبية اللي بتفاير تجذر بتكون نكت تجذر يعني ايه يعني انا لو كل مرة بشب كوباية الشاي واخد معاها مثلا انا بديكم مثلا بسيط او اخد معاها بسكوتا فانا ربطت كوباية الشاي بالبسكوتا فاجي مثلا اجي الحاكتين دول ممكن ما لهمش دعوة بعض خالص في البريل لكن لاني انا بقيت اعملهم دايما مع بعض فانا ربطت بينهم ومرتبطين بقيت لما اجي الشب كوباية الشاي لازم اخد البسكوتا او اخد السجارة او 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 فانا ربطت بين حاكتين مش مرتبطين المخ وحدثهم باستمرار مع بعض ابتدى ايه يربط بينهم نفس الحكاية تعالوا نطبقها على الافكار البشرية وال علاقاتنا بالاخرين في ناس انا كل ما بشوفهم بيفكروني بحاجات سلبية فبقى الشخص ده مجرد رؤيته بيخلي قلبي دق جامد جدا مثلا يخلي يجيلي اصداع يخليني احس ان انا متغاز رغم انه ممكن الشخص ده ما يكونش يعني مش بيسبب دايرتلي اللي بيحصل لي لكن سامها والبرين ربط او المخ ربط بين الحكتين دولة مع بعض هل تخيلوا بقى واحد مثلا عايش مع ابنه او بنته وابتدى ايه يحصل مشاكل فيبتدي الواحد هو ليه بيعمل معايا كده او بيحتقرني بيستقل بيا ما بقاش يهتم بربط وعمل دواير تقوله كلها افكار سلبية خلاص وبقى عنده مسارات مستعدة لان هي ايه تشعر بصغر النفس تشعر بالاكتئاب تشعر بالرفض مع الوقت تبنت وكل مرة بندخل في حوار بيني مثلا وبين ابني او مع زوجي او مع فلان دوت الحوار ده المعاناة دي بيبتدي تتكرر والواحد يشعر بصغر النفس يشعر اللي هو حواري الداخلي عن الموقف وبالتالي بقى مجرد ما اشوف الشخص ده ابتدي ابقى ايه ابقى ديفانسيف او ابقى على يعني عايزة ادافع عن نفسي او عايزة اهاجم فربطت في مخي بين ايه الحاكتين دولة موضوع المرونة العصبية دي في نفس هي لو انا خدت بالي منها بطريقة ايجابية هشغلها بطريقة ايجابية وابتدي افصل بين الحاجات والاحز بين الالم بتاعي والمعاناة افصل بينهم واتعلم اشوف قد ايه انا عطيت معاني وبانيت حاجات سلبية كتير في مخي وانا مش واخد بالي خلتني برفض الوضع اللي انا فيه في نفس الوقت اكتشفوا ان المرونة العصبية دي ساعة الواحد يقول ايه دي للناس اللي لسه صغيرين اللي مخهم لسه فراش الحقيقة لقيوا ان الانسان في كافة مستوات العمر يقدر يعمل وصلات جديدة في مخه ولقيوا ان المخ اللي في نيورو بلاستيسيتي عالية وهنعرف ازاي نعالي نيورو بلاستيسيتي دي او المرونة العصبية عالية بيبقى فيه لما نشوفه تحت الامر اي او حاجة اسمها فانكشنال امر اي بنشوف المخ هو حتة بتنور فيه بيحصل فيها فايرينج يعني او بيحصل فيها اثارة لقيوا ان الحكاية دي بتحصل في كافة مستواء في كافة مراحل العمر والحكاية دي بتحصل بتخلي المخ مليان 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 مصارات مرتبطة حاجات كتير ببعض بطريقة ايجابية بتخلي الواحد الذاكرة بتاعته تقود قوية من ضمن اسباب فقدان الذاكرة او الامراض اللي بتؤدي الى الدمنشيا او فقدان الذاكرة ان الانسان يبتدي ايه يفقد المرونة العصبية بتاعته الاعصاب او الفايبر الخلايا تنفصل عن بعضها فالمرونة العصبية دي مش بس بتعالج ان احنا هنستعملها في ازاي ان احنا نتعلم نفكر بطريقة جديدة لكن دي بتعالج كمان الدمنشيا او بتعالج فقدان الذاكرة بتعالج بتعالج حاجات كتيرة خالص خالص في الامراض العصبية والنفسية طيب يا طار ازاي اعمل انا اغير من مصار عصبي اتبنى في مخ بيقال ايه بقى بيقولوا ان هو من 18 ل 66 يوم لو انا بالعقل الواعي بتاعي اقريت ان انا عايز اعمل مصار جديد لطريقة التفكير السلبية بتاعتي دي في خلال 66 يوم اقدر اخلق في العقل بتاعي البرين او الدماغ مصار عصبي جديد ايجابي يعني انا بدل ما بفكر بطريقة سلبية كل يوم بصحة الصبح بعمل كل حاجة بنفس الطريقة ما بغيرش حاجة من حياتي كل يوم بشوف الناس بنفس الطريقة اللي ما عرفوش ما ليش دعوة بيه بروح الشغل برجع من الشغل بقول نفس الكلام بعمل بعمل نفس الحاجة ما فيش حاجة ايجابية بعملها بروح في الاخر بروح انام وعشان بكرر نفس الروتين اليوم بتاعي ده بيضعف الكنيكشنز في البرين وبيخلي البرين دايما يعني خلاص انا بفكر بالطريقة دي ما بحاولش اجدد ما بحاولش اخلق مسارات عصبية فبيبتدي المخ او الدماغ يضعف مع الوقت وبيكون عرضة اكتر للزغايمر لل انواع الدمنش او فقدان الزاكرة الامراض لقيوا ان امراض كثير جدا جدا هي عبارة عن هي في الاصل رفض الانسان لحاجة لوضع معين نفسي عنده وما بيعرفش يعبر عنه فبتطلع في شكل مرض يعني ما تدقوش على النقطة دي دي حاجة احداث اكتشافات جديدة بس يعني مش هي دي التركيز بتاعنا التركيز على قد ايه قوة العقل في انه هو يخلق واقع جديد عن طريق ان انا اتحكم في المسارات اللي انا ايه بكوّلها طيب يا ترى هعمل ايه اخد بالي مهمة قوي قوي ان انا اعرف حاجة ان انا عشان اغير من وضعي او اقبل وضع انا مش حابا لازم اقعد مع نفسي كده وفكر وانا ليه مش حاب بالوضع ده واكتشف مع نكتشف مع بعض ايه هي ال 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 نكتشنز الغلط انا تلاقوا للانسان ده بقاش عارفين ان انا لازم ابتدي انا بان انا برسم لنفسي مجال عصبي جديد بان انا افكر اخد بالي من الافكار السلبية من المعاناة اللي انا بعملها وابتدي اخلق فكرة جديدة واستمر ان كل ما يجيني فكرة على فلن ده بيكرهني ممكن يكون بيكرهك بجد او بيكرهني بجد لكن انا بتمادة بفكر وبيكرهني ليه وانا كنت عملتله ايه ونبتدي ايه الفيلم وابتدي انا اطلع فيه العيوب ماهو عشان كده كمان عشان احس بان انا مرتاحة هو بيكرهني فيبقى هو اصله انسان وحش فابتدي الايه الدايرة السلبية فده يطلع من غير ماهو احس في عقلي اللاواعي في طريقة التعامل في طريقة في شكل وشي في طريقة تفكيري اكتر واكتر وندخل في دايرة من السلبية المستمرة فهي دي الحاجة اللي انا نفسي نهاردة مع بعض هستعرض معاكو شوية حاجات معينة طرق معينة في التفكير احنا ساعات حتى ايفن كاولاد ربنا ما بناخدش بالنا منها وبتخلق دوائر سلبية ما بتساعدناش في ان احنا نحب الاخرين احنا نقبل الوضع اللي انا فيه ان انا بقى شاكر لربنا او اشوف ايجابيات وهشكره على ايه اه ممكن اقول ايه اصلي فيه قول بيقول ليست زيادة اعطيه بلا زيادة الا التي بلا شكر فطبعا يبقى لازم بقى عوض اشكر ربنا على شوية الصحة اللي عندي لحسن ياخدهم كمان يبقى اذا انا حتى دي بشكر ربنا بطريقة سلبية انا بشكر ربنا وانا خايف منه بشكر ربنا وانا يعني بتجنب انه ياخد مش بشكره لاني انا حاسس بالامتنان لي فحتى دي ساعات احنا بنفكر بطرق سلبية في ربنا فدي في بعض الافكار النقطة اللي انا عايزة اقولها لكم معلش برضو انا بحاول اشوف اللي انا قبل ما سيب موضوع المرونة العصبية بس عايزة اقول لكم المرونة العصبية بتزود القدرة على التكيف مع تغيرات الحياة كلنا بنمر بتغيرات كتيرة احنا ما بنقدرش يعني نرجع فيها لكن كل ما بزود المرونة العصبية وهقول لكم خطوات واضحة ان انا بزود على التكيف مع التغيرات بتزداد استعابي للمعلومات واتعلم حاجات اكتر بنشط الزاكرة لما بدرب نفسي ازود طرق التفكير الايجابية بزود قدرتي على التفكير المنطقي التحليلي بتحكم اكتر عالاتي ما يبقاش على طول فجتلي فكرة ان فلان بيكرهني فابتدي ازعق او ابتدي احزن افصل بين الاتنين بتساعدني على تطور الشخصية مهما كان عندي 70 80 90 سنة لو ابتديت اخد بالي من المخ بطريقة معينة هحسن وهطور من شخصيتي عايزة اقول لكم على بعض الامور بقى المهمة الطرق التفكير السلبية اللي بتخليني ابقى دايما برسم في مخ مصارات عصبية ناجاتف سلبية بتخليني مقبلش مقبلش الوضع اللي أنا فيه اول حاجة كتير قوي احنا وإحنا مش وغدين بلنا بناخد في الحياة دور الضحية ممكن نكون اللي هو نكون مرينا في طفولتنا بامور صعبة او كنا وإحنا اطفال حاجات حصلت في حياتنا ما كانتش بارادتنا نتحكم فيها فنبتدي على دول ناخد الوضع ده وضع ان انا مسكين انا مظلوم هما اللي عملوا فيا ابتدي دايما اول ما فك حاجة تحصل لي ابص على ازاي ان الناس ازوني الناس تعبوني في الشغل هما السبب في البيت هما السبب انا بحاول هما ابتدي اشوف الاخر وقلوم الاخر وايه ثانيا واحنا ما عليش عسى عندي التكنيكال بروبلم هنا يبقى اول حاجة دور الضحية ان انا بابتدي قلوم الشخص الاخر وانا انا مسكين وانا مليش زنب في حاجة وكل حاجة بتحصل لي وانا حظ يوحش دي طريق التفكير بتنشئ دوائر في المخ ما بتساعدش الانسان ابدا ان هو ايه يتغير او ان هو يقبل الواقع بتاعه ليه لان انا عطيت مخي رسالة ان انت ضعيف وان كل الناس بتستغلك وان انت ضحية انت ماش مفروض بتعمل حاجة هو المفروض ان الناس اللي تتغير مش انت والحقيقة احنا ما نقدرش نغير اي انسان مهما كان الانسان ده قريب مني ما اقدرش اغيره الشخص الوحيد اللي اقدر اغيره هو انا فدور الضحية من اكتر الادوار لو لقيت نفسك على طول لما بيحصل حاجة سلبية في حياتك تبص على ان انت يا حرام انا تظلامت وانا مسكين مش معنى كده ان الناس مش هتظلمنا او ان احنا ممكن فعلا في بعض الاوضاع نكون مظلومين لكن الاستسلام للوضع ده بيحطه في مخي طريق التفكير سلبية اللوم اللوم ازاي ان احنا للأسف ودي حاجة انا هقولها حتى من تعاليم شوية اللي بنتعلمها هي مش تعاليم مش مفروضة يعني بس احنا بقت في المجتمعات الكنسية بتاعتنا بتخليني ما خدش بالي من طريق التفكير زي ايه المعجزات انا اؤمن تماما ان في معجزات بتحصل اؤمن تماما بشفاعة القديسين مثلا لكن من كتر ما احنا بنركز على بس انا عايز معجزة عايز معجزة ظروفي صعبة وعايز معجزة بتخليني افكر على طول ان انا ضحية او ان انا مفيش في ايدي حاجة وان انا لازم اعود مكاني ولو القديس ما عملش معجزة ازعل منه وننسى ان الهدف الاساسي ان احنا في شفاعتنا شفاعة القديسين ان انا اكون قديس مش بس ااخد من القديس دي من ضمن الحاجات اللي انا يعني بحاولت اطبقها على ايه الحاجات اللي احنا بنمر بيها ان انا دايما قالوم ربنا ربنا ما شفانيش ربنا مش عايز يشفيني ربنا بليه بيعمل فيها كده دي طريق التفكير سلبية بخلق لها بكتر التركيز عليها ايه فكر او مصار عصبي خلاص بقى اي حاجة تحصل يا ربنا ده قضاء وقدر او ده ربنا عايز كده اه في حاجات بتحصل لنا بارادة ربنا لكن ادراكي ان كل شيء للخير ده بيخلق جوايا مصار عصبي جديد افكر في الايجابيات ربنا عادل ربنا كل حب كل رحمة فتركيزي على حاجة واحدة ان انا الوضع ده لازم اخرج منه بيخليني ما احطش في مخي او ما اخلقش مصارات عصبية جديدة ازاي اتكيف مع الوضع ده اه قد تكون دي تجربة لكن ايه التجربة دي اكيد لخيري النهائي وابتدي افكر فيها بطريقة سلبية مش بقول ان الواحد لازم يحب الحاجة اللي تعباه لكن على الاقل افتح للروح القدس في مخي انه يعمل مصارات جديدة لان انا طول ما انا قاعد عايز حاجة عايز اغير الوضع بمعجزة او ليه ربنا عمل كده انا مش بقى بفتح مصار جديد لان انا اشوف الايجابيات بتاعت الوضع اللي انا فيه حاجة تانية التهويل ان انا مفيش ان انا اخد الوضع السيء اللي انا فيه واعد احكي فيه طول الوقت النفسي وهو ومين السبب وانا ليه عملت كده ويا ريتني ما كنت عملت كده ان انا اضيع وقتي في ان انا احكي في الماضي او احكي حاجات في الماضي واعد اتكلم فيها مش هتنفع في حاجة دايما اتعلم اقول اه ده حصل لي حصلت لي مثلا حد حصلتلي حاجة ما كنتش اتمنى انها تحصللي حصلت في العلاقة مثلا حد حصل لطلاء حد ما كنتش اتمنى انها تحصل لكن اتعلم اخد بالي مش هقعد بقى طول الوقت أفكر مين السبب وليه ده حصل وليه ربنا يسمح بكده لأن كل ما بفكر في السلبيات كل ما بخلق دايرة جديدة بتبقى أسهل وابتدي أنا أبقى إنسان ناجاتب وكل ما أبقى ناجاتب وبفكر بطريقة سلبية كل ما بغيرش ما بقدرش أقبل الوضع اللي أنا فيه يبقى ضياع الوقت والجهد النفسي في حاجات ما تنفعش ساعات كتيرة أقول لك وبشوفها على مستوى حاجات بسيطة مش تفكير سلبي يعني حاجة حصلتلي كبيرة ساعات ممكن نقعد مثلا في ميتنج نعمل إفاليويشن على حاجة حصلت مثلا عملنا رحلة للأطفال وحاجات سلبية حصلت حاجات نبتدي إيه يتحاول الاجتماع من إن إحنا نكتب النقطة السلبية وإزاي نبتدي نصلح فيها أبتدي أفكر في السلبية وفلان قال كده وهو كان ليه قال كده وليه عمل كده والخدم الفلاني ده لو كان ما تصرفش تبصوا تلقوا إيه تلعنا من الاجتماع ده كلنا بنفكر بطريقة سلبية ليه لإن إحنا ما خدناش بالنا من إن إحنا بنحط السلبيات اللي إحنا خلاص تعودنا نفكر فيها من غير ما فكر طب إيه اللي أنا تعلمته آه أنا براجع الموقف ده في حياتي علشان خاطر مش عشان أعد ألوم حد أو ألوم نفسي أو ألوم ربنا أو أعد أقول إزاي الإنسان ده عمل الحاجة دي لا أنا براجع علشان أتعلم علشان أعمل دا يرجع أبتدي أفكر بطريقة إيجابية بدل ما ععد أقول يا ريتني الاجتماع ده أو الريتريت ده أو الخدمة دي الحاجات السلبية أعد عليها أبتدي أفكر أنا السنة الجاية هعمل إيه جديد مختلف إزاي أطور يبقى إذن أنا بدل ما بمشي على دوائر أو بلف في الدوائر السلبية اللي أنا قريدي خلقتها أدخل في دوائر إيجابية أبتدي أفكر بالطريقة دي كل ما الواحد يفكر بطريقة إيجابية كل ما ي ميله للإيجابية هيزيد حاجة تانية لساعات الواحد فيه ناس بيبقوا عندهم استعداد للسلبية طول ما هم قاعدين بيتكلموا بس عن نص الكوباية الفاضي ودي تندنسي عندنا كلنا على فكرة ده مش فيه ناس أكتر من ناس بس الناس اللي هم عايزين يتعلموا ويقبلوا أوضاعهم بياخدوا بالهم من النقطة دي كل مرة أشوف نص الكوباية الفاضي أفتكر إن فيه نص إيه مليان حتى لو أنا يعني إيه فرضته على مخي يعني ما جاليش طبيعي كده إن أنا أشوف الإيجابيات دايماً بشوف السلبيات من النهاردة أتعلم كل مرة أتكلم على سلبيات في موقف أبص كمان على إيجابياته ده مع الوقت بيخلي عقلي يدور في الدائرة الإيجابية أكتر من السلبية فيه قول بيقول إيه بيقول إن مخ الإنسان هو عبارة عن فالكرو أنا قلته لكت هيا لي قبل كده فالكرو اللي هو الحاجة الحاجتين اللي بيحطهم ويلزقوا ساعات نلزق في العربية مثلاً إيزي باس أو الحاجة حاجة بتشبه جمد قوي اللي هو قمش حاجتين كده مش تدوم من بعض بالعافية لو عايزين نلزق حاجة اسمه فالكرو الفالكرو ده مخينة بيلزق فيه الحاجات السلبية وبتبقى إيه لزقة يعني ما بنطلعهاش يعني الطبيعي إن إحنا نفتكر السلبيات مش الإيجابيات والمخ في نفس الوقت زي قمشت التفلون للحاجات الإيجابية التفلون اللي هو زي عارفين الجاكتات بتاعة المطر زي متكون بلاستيك كده ينزل عليها المية وتتزحلق ما تقعدش ما تبلينيش ساعات إحنا المخ البشري طب ميله الطبيعي إنه يفتكر السلبيات يشد السلبيات من أي موقف ويتلزق فيه ويلزق فيها أوكي لو علم نفسه مع الوقت إن يفكر بحاجات إيجابية هيبتدي يعني إيه يحسن من أداءه الزهني والنفسي أكي بتيجي بأن أنا بإيرابتي بأعمل كده مش هتيجي لوحديها تفهمين؟ طيب طيب إزاي بقى أنا أستعمل هديكم مثل على اللي أنا بقوله أنا عارفة إن وقتي خلاص فأنا بسرعة هديكم بس مثل لأنه هيساعدنا في إزاي أتغير إحنا لما بنبقى ماشيين مثلا ماشي في مشوار وشفت أو بتعمل شوبينج وشفت حد من الناس اللي تعرفهم من الكنيسة مثلا وبصيته عشان تقوله صباح الخير بص كده وصباح صباح الخير وماشي مهتم مش خالص وإحنا ماشيين بنعمل إيه؟ الطبيعي بنعمل إيه؟ بعض أفكر هو ليه فلان ده ما ردش علي هو ليه ما هو وقفش وسلم هو زعلان مني؟ طب أنا عملت إيه زعله؟ طب وهو ليه شخصيته؟ هو متكبر أوي مثلا أبتدي أفكر بطريقة إيه؟ سلبية بينما لو أنا ماشي في نفس الشوپينج وقابلت شخص تاني أو هذا الشخص وابتدأ وقفت معي وحكى وكلمنا وحسينا قد إيه إحنا يعني سأل علي وسألت علي وكل الحاجات دي وحسيت قد إيه الإنسان ده مثلا محب لو أنا مروح آخر اليوم وهجي أحكي لولادي أو هحكي لجوزي مثلا مش هفتكر لشخص اللي قابلني بترحاب هفتكر بس اللي إيه؟ فلان ده قابلني وكان مكشر وماش عارفة وزعلان منينا في إيه؟ وهعمل قصة فإحنا مخينا طبيعي يميل لأنه هو يفتكر الحاجات الايه السلبية ويعدي الايجابيات وكأنها حاجات طبيعية النهاردة عشان اتعلم اقبل وضع انا مش حبه لازم اعمل المجهود ان انا افكر في الايجابيات في الاول هعملها بايه بجهد لكن بعد كده هبتدي اتعلمها اول باقول هبقى اسرع في ان انا اقبل اكتر واكتر طب تعالوا بقى بسرعة قوي هقول لكم بعض النقط اول حاجة اتعلم ان احنا نتعلم ان احنا نفصل بين الالم والمعاناة لما حاجة تحصل مؤلمة في حياتي اخد بالي قوي من مخي وهو بيخلق قصص وبيخلق افكار وكلام سلبي عن اللي حصل ممكن يكون اللي حصل ده حاجة فعلا سلبية لكن كل مقضي وقت افكر فيه كل ما بخليني مكتئب اكتر ومش قابل الوضع حاجة تانية الحكاية دي محتاجة ان انا يبقى عندي دايما نوع من الهدوء الهدوء ان انا اهدى ما بقاش على طول بنط على ان انا احكم على الاخر واحكم على نفسي والحكم الصعب على الظروف وعلى الناس ما بيخلينيش اشوف ايجابيات في اي موقف تانية حاجة اعمل تدريب الامتنان ان انا افكر في موقف يعني زي ما بفكر في سلبيات ادور على في كل موقف على ايه ايه الايجابيات اللي فيه تساعدني افكر فيها بطريقة ايجابية حاجة تانية الحاجة اللي انا ما اقدرش اغيرها وما كنتش اتمنى تحصل بساعدة كل اللي محتاجة اعترف بيها اقول اه انا فعلا كنت اتمنى علاقتي بفلانة دي تبقى احسن لكن انا مش قادر احسنها فبدل ما اعط 24 7 افكر اقول خلاص انا عملت اللي علي انا هعمل اللي اقدر عليه ولكن مش 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 اعود افكر اخلي الجزء ده من حياتي سيطر على كل حياتي حاجة تانية ان انا اتعلم كل الحاجات اللي بقولها لكم دي دي حاجات تزود المرونة العصبية وتبني دواير ايجابية ان انا يبقى عندي وقت افصل بين الحاجة اللي دايقتني والحكاية اللي انا بحكيها عنها ان انا اتعلم كل حاجة سلبية ابص ابص على ايجابيات واشكر ربنا عليها حتى لو يعني حست ان انا متكلفة مش طلع بطبيعتي هيجي وقت احسها فعلا من قلبي حاجة تانية عود نفسك او عودي نفسك على الاستمتاع باللحظة الحضرة يعني ايه يعني لو انا ماشية احنا طبيعي متعودين مثلا في الصيف في جاء الله في ورد جميل مثلا دلوقتي في وقت الخريف الشجر لونه جميل اوي خلص احنا عارفينه وبنعديه لكن تعالوا النهاردة من اول النهاردة اعمل تدريب الاستمتاع يعني لو انا وقفت قدام وردة ما تخليهاش تعدي اقف وتأمل حتى لو كل ده بنوع من يعني تصنع معلش اعمله في الاول بتصنع اتعلم تشوف الوردة وقد ايه مثلا ويه صغيرة الوانها جميلة قد ايه الشجر الوانه جميلة الشمس شكلها ايه الامر الحقيقة كل ما الانسان يبتعد عن الطبيعة كل ما حياته تفقر ابتدى كل الغنى بتاعنا بقى عن طريق السوشيال ميديا وفلان قال وفلان عاد والفيسبوك والناس كله دوشة 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 عن احداث ناس لكن حد فينا بيفتح مثلا الكمبيوتر روعد يتفرج على مناظر طبيعية تهدي اعصابه لما يبقى متدايق الاستمتاع باللحظة الحضرة دي من ضمن الحاجات اللي تساعدني على زيادة المرونة العصبية بتاعتي حاجة تانية اكرر او اتعلم زي اكرر لنفسي كلمات ايجابية يعني في امل لما لاقي مخي بيقول لي مفيش امل كرر الكلام ولو بصوت عالي لان انت بترسم بتحفر دوايا عصبية جديدة بالحاجات الايجابية اللي بتفكر فيها لا في امل ربنا قال مهما حصل وده يجي هنا مكان زي ان انا افتح قلبي وعقلي لكلمة ربنا كل وعود ربنا وعود جميلة جدا جدا لكن احنا بساعدنا نكون حفظناها وبنرددها لكن ما بنقفش قدامها ونخليها تدخل يعني اتأمل في الايجابيات بتاعتها كل ما افتكر موقف سلبي فكر في موقف ايجابي مقابل لي تمرين التأمل ده موضوع طويل او اللي هو اسمه mindfulness اللي هو اللحظة الحضرة ازاي امركز لان لقيوا ان معظم الناس اكتر من 50% من الوقت في اللحظة يبقى انا بفكر اما في الماضي والحاجات السيئة اللي حصلت او في الحاضر والحاجات اللي انا خايفة تحصل فانا بضيع الحاضر بان انا ارجع لمساوئ الماضي وايه ومخاطر المستقبل ده برضو بيضعف من من الاجابية وان انا اقبل الوضع اللي انا فيه ممارسة التنفس العميق وتقنيات الاسترخاء دي من ضمن الحاجات برضو ازاي الواحد التنفس كل ما اتعلم ازاي اتنفس بهدوء وتنفس عميق مثلا في خلال اليوم يبقى عندي دقيقتين تلاتة ااخد دايبا نفس عميق ده بيحسن الريوائرينج في المخ بتاعي حاجة تانية ما ليش انا مش عارف اقفل الرياضة الرياضة مش شرط اعمل رياضة يعني اروح الجيم واقعب نفسي لكن حتى وانا قاعد على الكرسي دلوقتي بقى فيه تمريناتك وانا على الكرسي ازاي اعملها الحركة ان شاء الله لو مش قادر احرك رجلية احرك ايديا امشي لو انا في البيت وما فيش حتة امشي فيها وجوه ووحش ممكن امشي حوالين في المطبخ الفيزيكال اكتيفتي بتحسن من المرونة الدماغ حاجة كمان بقى مهمة جدا التعلم اتعلم حاجة جديدة ما كنتش بتعملها قبل كده ما تقولش لا انا خلاص انا دلوقتي فوق السبعين وما فيش حاجة عارف اعملها جديدة وخلاص وما بعرفش دي مجرد ان انا اقول الكلام ده فخلاص انا مشيت على الايه الدايرة السلبية اللي انا متعود عليها فانا ما بحسنش من المرونة بتاعت ذهني لكن كل مرة ما تتعلم اتعلم ولو كلمة جديدة واحدة بس من الدكشنوري في اليوم طلع كلمة انجليزي مثلا مش عارفها وتعلمها وكتبها مرتين تلاتة وبعد الظهر رجحها تاني في الاغلب لما بقول لحد كده يقول لا لا انا خلاص انا ما بفتكرش انا زهني مش مهم بدل ما تقول ما بفتكرش قل لا انا هفتكر وهكتبها ولو نسيتها تاني هاعدها ممكن اتعلم ارسم ممكن اتعلم العب جيم معينة على الكمبيوتر تصحصح مخي فتعلم مهارة جديدة عارفين هقول لكم على حاجة ساعات المهارة الجديدة دي تبقى مجرد ان انا لو بروح الكنيسة كل يوم من الشارع الفلاني النهاردة انا مش هدخل من نفس الشارع انا هلف واروح من شارع جديد حتى انتهت هعرف اوصل يبقى انا بعمل مهارة جديدة لو انا كل مرة بطبخ الطبخة الملوخية بالطريقة دي اتعلم افكر في طريقة جديدة كل ما اتعلم اتكيف ان انا اعمل حاجة جديدة بزود الكنيكشن والوصلات بتاعة المخ بتاعي وده بيدي نوع منش ان المخ بيبقى يعني في نوع من الايجابية والقبول وقدرة على التكيف اكتر النوم الكافي والغذاء الصحي دي من ضمن الحاجات برضو مش هقدر انا مش تخصصي لكن طبعا النوم الكافي ده مهم جدا لزيادة المرونة العصبية والزيادة الزاكرة ان انا انام مش مهم انام عدد كبير قوي لكن من الساعات لكن انام نوم مريح من ضمن النوم مثلا ازاي ان انا ما افتحش الكمبيوتر قبل ما نام ما عودش على التليفون قبل ما نام لان ده بيرتل حاجات في المخ بيخلي واحد ما بيدرش نام نوم هلسي او نوم صحي فكل الحاجات دي حاجات تزود المرونة العصبية وبالذات وتزود بالتالي قدرتي على التأقلم وقدرتي على التفكير الايجابي لكن اهم حاجة في كل ده نقطة مهمة ان انا اخد بالي من من تكرار الافكار السلبية سواء بكررها لنفسي او بكررها للناس اللي حواليها كتر تكرار قد ايه انا مزربول او قد ايه حياتي صعبة بتزود عدم قدرتي على الايه قبول الواقع طبعا برضو في كل ده ما ننساش ودائما بحطها اخر حاجة لانها اهم حاجة ازاي افتح نفسي للروح القدس لعمل الروح القدس الايجابي في حياتي ان انا اطلب من الروح القدس انه يعمل فيا ويعمل ينبهني طريقة التفكير طريقة الضحية في التفكير طريقة اللي انا فيكتم طريقة النقد ساعات عيالنا لما بيعملوا حاجة غلط بدل ما يمكن اخذ مثلا ساعة اقنبه وعمل غلط ليه وزعق فيه وبتدي لو انا عايز ابتدي اعكس الموقف ده اقول له انبهه للغلط فين لكن ابتدي اقول له ازاي نصلح الغلط يبقى بدل ما بفكر في التقنيب وفي الغلط افكر ازاي اصلح الغلط كل ما امر بعمل خطية معينة ابتدي افكر انا ربنا فقد ايه حلو فتح لي باب مفتوح للتوبة في كل لحظة في ساعتها في ساعت ما بعمل الخطية لكن لما اعود على جنب وافكر انا وحش انا خاطي انا ما منيش فايدة انا بعمل ايه انا بفتح نفسي اكتر لاني اختي تاني وتاني ليه لاني انا قفلت في مخي الدايرة الروح القدس يستخدمها لخلق امل ورجاء حاجة تانية واوعيتكن دي اخر حاجة بس دي حاجة ربنا حتطها على قلبي جمد قوي الايام دات احنا كتير قوي بنفكر يا عمي واحنا عارفين هنوصل ولا لا بس نروح السماء وعلى الباب يبقى كوي طول الوقت بنفكر في ان احنا ما بنفكرش في جمال السماء ما بنفكرش قد ايه حتى لو انا ظروفي صعبة دلوقتي اللي انا فيه دلوقتي ده مجرد صفحة اول صفحة في الكتاب الكتاب كله الحقيقي القصة الحقيقية هتبتدي امتى تبتدي في السماء فلما انا قاعد طول الوقت افكر في الصفحة الاولانية في المصايب اللي حصلتلي في الناس اللي بتكرهني في الناس اللي بتتعامل معايا وحش فأنا بجاهز مخي لان انا كمان اتعامل بطريقة وحشة ويبقى مليان قلبي حقد مليان قلبي مرارة للناس ومرارة للزروفي بينما لما ابتدي افكر في السماء وفي قد ايه السماء حلوى والسماء احنا ساعات كتيرة قوي في روحياتنا بنفصل بين السماء والارض بتصبح السماء ده اه محدش عارف خلينا نفكر في النار وعشان نخاف ونهرب من النار فما نعملش خطيئة في الحقيقة انا علشان ما اعملش خطيئة لازم احط في مخي تفكير ايجابي ان انا افكر في جمال السماء بدل ما يبقى الطريقة الوحيدة اللي انا بمشي بيها وبمشي بيها عيالي في مدارس احد او اولادي او الناس اللي حوالي التخويف من النار ابتدي ابص بطريقة ايجابية ان السماء جميلة ان يسوع جميل جدا جدا وان الحياة معايا مش مجرد ان انا بعمل علامة صحة صليت النهاردة ولا ما صليتش صمت ولا ما صمت حلو كل الحاجات دي لكن ابتدي افتح نفسي لعمل الروح القدس انه يحط فيها الايجابيات اموخي يبتدي يفكر بطريقة ايه ايجابية اه ده موضوع اتمنى يكون يكون استفدتوا منه انا شخصيا موضوع البحث عن في المرونة العصبية قد ايه يعني غيرت في موخي طرق تفكير كتير جدا ازاي ان انا لازم ابتدي بان انا اقول الحاجة الايجابية لغاية ما ييجي الوقت 66 يوم علشان مصار جديد يتبني ومصار قديم يضعف فهو ده موضوعنا اتمنى ما تكونوش زهقتوا منه انا عارفة هو موضوع يمكن فيه شيء علمي شوية اكتر من ان احنا نتكلم في الحاجات النفسية ولكن اتمنى يكون ربنا يستخدم سبب بركة لو حد عنده اي سؤال او في اسئلة لو في وقت معلش انا اخدت وقت احنا حقيقة بنشكرك يا دكتورة لانك انت غيرت قريطة شبكة الطرق كلها وغيرت مصارات واكيد كل واحد فينا استفاد بجزء معين اذا كانت في المراحل اللي هي الترانزيت اللي انت عملتيها التلاتة او المرونة الزهنية والمرونة اللي احنا بتاعت المخ وكلام من ده يعني هناخد كلمة تابونا الاول وبعد كده حسب وقتك انت لان في حاجات كثيرة اول تصل دلوقتي من الاسئلة انا عندي وقت بس عشان وقتك وانت عشان انا انا نحضر حضية الوقت يعني ف ناخد بس وبعدين نشوف الاسئلة بعد كده شكرا دكتور اماني على المحضر الجميل والعميق الروحية والعلمية والنفسية والجسدية شاملة كل حاجة وربنا يدينينا نعم وفيه ايتين يعني نحطوهم قدامنا بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد ازهانكم ولا على تجديد الزين دوت اللي هو العملية العصاب بتاع المخ نفسه بتتجدد بالطريقة الايجابية بحسب الكتاب حسب ما تعامل مع ربنا ازاي كان ايجابي وهو معنا في الارض وايجابي الى الان بيقول ابي اعمل حتى الان وانا ايضا اعمل حاجة تانية ان السامة مش بعيد عن دنا وانا شغالين دلوقت في الوقت ما نوصل طرح هنوصل من الصلش مساء الهام الى كوت الله داخلكم كل واحد يدخل جوا نفسه كده هيلاقي المسيح والروح القدس فيه بس نفرح ونستمتع بي ربنا عوضك خيرك يا دكتور طيب انت حبي نقول الاسئلة الاول ولا ناخد انا بس هقول حاجة عشان انت الاية اللي انتوا حطينها الاية جميلة قوي اللي هي بتاعة تعلمت الاية الابونا قالها اللي هي تغيروا عن شكلكم الحاجة دي ده انا بعتبره الرمز او البانر اللي بتقع تحتيه كل الحاجات النفسية ان كله بيبتدي فعلا بان احنا نغير في ذهننا وفي الاية اللي انتوا اخترتوها للموضوع بوليس بيقول تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه اعرف ان اتضع او افضع استفضل في كل شيء وفي جميع الاشياء قد تدربت ان اجبع ان اجوع ان استفضل ان انقص استطيع كل شيء فخلي بالك فيه تلاتة 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 افعال مهمين اوي تعلمت التعلم التدرب اللي هو الستة وستين يوم تدرب يعني بوليس الرسول بجلال تقدره كان بيدرب نفسه ومعنى التدريب ايه ان انا مرة اقع ومرة اقوم مش معناه ان انا خلاص وصلت بتدرب وفي الاخر استطيع كل شيء في المسيح لذلك يقوم ده تعليقا على الاية اللي هي بتاعت الموضوع اللي كانت محتوطة طيب معلش بعد ايذنك هنقول اسئلة بسرعة وبعد كده لو في وقت ناخد اسئلة بتاعت الناس السؤال الاولاني بيقول انا عارف احنا عارفين المقول اللي تقول الطبع يغلب التطبع وانا طبعا حساس جدا وكل حاجة مقصودة وغير مقصودة من اللي حولي بتأخذ مني ايام وشهور حتى اقول اني ممكن انساها وبرضو لا انساها وكل ما احكي الموقف حتى بعد عمر اتألم حتى وان هذا الموقف لسه حادث من ساعة كيف اتكيف واغير طبعي علشان اعيش ايامي البقية بدون الم وخاصة في الامور اللي تحدثت بالفعل سؤال كبير بس انت اغلبية الاسئلة جوجتيها بس يعني كل اللي حضرتك ان انت تعملي تنوير صغير على الجائع هو سؤال حلو وبيفتح مجال مهم برضو انا يمكن ما ما تعرضتلوش اللي هو الشفاء الداخلي احنا اتكلمنا عليه مرة من زمان بس انا عايزة اقول في السؤال دوت اول حاجة انا يعني اتمنى الشخص اللي بعت السؤال دوت يكتبه لنفسه تاني بس بطريقة جديدة انه يرفض الطبع يغلب التطبع كلمة دي في حد ذاتها الكلمة ده مثل كلنا عارفينه وده كويس ان انت سألت السؤال ده لان امثلة كتيرة جدا من امثلة عامة اللي احنا بنحفظنها سيئة جدا انها تخلق مسارات سلبية في مخي هذا المثل الطبع يغلب انا على فكرة مش بنقض الشخص اللي سائل ده ده بالعكس ده سؤال جميل جدا وانا بشكر السؤال الشخص اللي سأله لانه جاب نقطة مهمة فكرة الطبع يغلب التطبع ده 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 حد قالها لكن هل هي فعلا صح لا لكن لان احنا ساعات بناتة بناها فبتخلق مسار عصبي في مخينا ان خلاص ما هو الطبع يغلب التطبع فانا يعني انا بقول انا عايز اتغير لكن بقول لنفسي بقول لمخي ان مفيش امل تتغير لان الطبع يغلب التطبع فدي مهمة او اراجع الحاجات اللي انا بقولها لنفسي ساعات يعني انا ساعات اقول انا عايز اتغير وبعدين اقول حاجة تانية لمخي بتقوله ان انت مش هتتغير انا عايز اتغير بس تقول ايه انا عايز اتغير بس مش هينفع ده كل الناس بتقول ان انا ان الطبع بيغلب التطبع فمهمة اوي الاحظ ايه اللي بقوله لنفسي وبخلق له مسار عصبي حاجة تانية في السؤال دوت ان الشخص اللي بيسأل بيقول ان انا برجع انها حصلت في حياتنا جرحتنا جامد اوي ومش الهدف ان انا انساها ما تخليش الهدف ليك او ليك انك تنسى اللي حصل مش هتنسى لان ربنا بالعكس ده من حكمة ربنا انه بيخلينا نفتكر الحاجات المؤلمة علشان ما نمرش بها تاني انا لو بتلسع من الفرن وهنسى كل مرة ان الفرن بيقصخ هقعد كل يوم بتلسع فمهم اوي ان انا ابص على الحاجة الايجابية اه ربنا قد ايه من حكمته خلاني منساش الالم ده يعني ايه لي طبعا ده هيدخلنا في موضوع الشفاء الداخلي وده ما فيش مجال ان انا اتكلم فيه بس اهم حاجة ما تطلبش نفسك وما تطلبش نفسك انك تنسي لكن تطلبي نفسك او تطلبي من نفسك ان انا ما بقاش متحق يعني يعني الفكر ده لما بيجيلي اه هيجيلي الاول عشان اوصل انه ما يقلمنيش لازم ابتدي اناقشه مع نفسي وابتدي اقول لنفسي حاجات ايجابية اقول اه هو حصل الموقف ده بس معاه حصل ايه ربنا يا ما ما سابنيش صحيح يقول دخلت في الموقف الصعب ده بس مقابل لي فيه مرات كتيرة خالص مرت بظروف صعبة وربنا انقذني وافتكر المواقف دي فيبتدي المساري الناجاتف اللي حصل لي حصل لي حصل لي يبتدي يتغير بايه اه هو حصل لي صحيح بس فيه حاجات تانية ايجابية ربنا انقذني منها وساعدني فيها وحاجات حلوة حصلت في حياتي فانا بعمل ايه بربط بين الذكرى السلبية بحط معاها حاجة ايجابية هقول لكم برضو تمرين بسيط مع ان ما فيش مجال قوي بس ده من ضمن الحاجات لما حد يجي له فكر سلبي وكلنا بيجي لنا حاجات سلبية حصلت وحشة حصلت في حياتنا في بعض التمرين بنقول ايه حطي ايدك او حطي ايدك على قلبك وقل لي نفسك كلمة ايجابية قل له معلش لو انا مثلا وانا طفلة اتقذي احط ايدي على قلبي كل ما يجي لي الالم والمرارة دي احط ايدي على قلبي واقول ايه مثلا اقول لنفسي انادي بنفسي باسمي معلش انت اتقذيتي بس انا انا كإنسان اضلت انا دلوقتي بحبك بحبك يا نفسي بكل الالام اللي بمرتي بيها مش حب الزاد ده بطريقة وحشة لا اشجع نفسي لان الانسان ما بيتغيرش الا لما يشجع نفسه فكل ما افتكر السلبيات يا اما افتكر الايجابيات يا اما احط ايدي على قلبي واشجع نفسي انا ذير انا دلوقتي اضلت ومش هتئذي تاني هتش هيقدر يئذيني او انا ربنا معايا كل واحد يختار لنفسه الحاجات الايجابية اللي بتشجعه اعتقد ايوبا اجابت على السؤال لا السؤال التاني دكتورة بيقول لي كل ما يتقدم العمر بي بفقد قدرات كثيرة لا تسعدني ان اقوم بدوري السابق نحو اولادي واحواف فادي ونحو الكنيسة يضاف لهذا التغيرات الكبيرة لحدث لي وفقدان شريك حياتي كل هذا اجعلني اعيش كما لو كنت لا اعيش فهل هناك بارقة امل في التكيف ومواجهة كل هذه التغيرات حتى لا اعيش عالى على من حوله طبعا هو الانسان لما بيفقد يعني كل ما بنتقدم في العمر بنفقد قدرات اوكي فاحنا لازم برضو وانا الحقيقة عجبني السؤال ده لان الشخص مدرك ان في حاجات بيفقدها مش بترجع كلنا بنفقد سواء قدراتنا العقلية ولكن انا هقدر اقول كل اللي احنا قلناه اه انا ما بنكرش يعني مش الهدف من المحاضر ان انا عاود اقول لنفسي كد يعني مثلا بدل فين الفيلم اللي هو بيقولك انا قصير لا انا طوي يعني مش ان انا اقول لنفسي حاجة مش حقيقية لا انا اقول لنفسي الحاجات الحقيقية الايجابية فانا اه بفقد ده جزء مهم القبول قبول متغيرات الحياة ده جزء مهم جدا لن انا او ادراكه يعني لن انا اقبل لكن اعرف اجان ان انا مش اللي انا انا مليش ازان ادلت او احد كبر ولاده وعنده ولاد ولاد هو مش مسؤولة او مش مسؤولة لولاد ولاد هو احنا دورنا كجدود وتتات مساعد على قد ما نقدر لكن مش دورنا ان انا لازم اقدي دور ولا حتى للكنيسة ولا الربنا احلى دور اقدي هو ان انا اقبل الضعف او اقبل الحاجة اللي انا فقدتها وابتدي اكون ايجابي بالرغم من بان انا افكر في الحاجات الايجابية بان انا اعمل اللي اقدر اعمله بدل ما اركز على الحاجات اللي كنت بعملها وما بقيتش قدر اعملها سهل قوي نقع في التراب دي ان انا ساعة اقول ايه ايه انا كنت زمانة اقرأ مثلا مثلا 15 صفحة في 10 دقايق انا دلوقتي ما اقدرش اعمل حاجة زي كده مثلا فبدل ما اعود طول ما انا انا زمان كنت بعمله دلوقتي مش قادر اعمل انا زمان اعملها واركز عليها اشكر ربنا انا لسه بقدر اقرأ ولو حتى بقرأ صفحتين في 10 دقايق مش مهم بس بقرأ فجزء مهم ان انا تقبول واقع الحياة وفي نفس الوقت مركزش على انا كنت بعمل ايه ودلوقتي ما بعملوش لكن افكر انا بعمل ايه دلوقتي ويمكن بعد كذا سنة ما اعملوش والحاجة التانية ان انا افكر ان حتى لو فقدت الناس اللي احبائي اذا كانت حياتنا واحنا مع بعض هي الصفحة الاولى من الكتاب لو انا وزوجي مع بعض في الحياة هنا كانت ايام حلوة ممكن اقعد خلاص انا فقدت انا فقدت بينما ممكن افكر اقول ايه امالي الابدية هتبقى ايه الابدية هنبقى كلنا مع بعض هنبقى كلنا كل الحاجات اللي كنت بتضايق منها في امي مثلا كل الحاجات اللي كنت بتغاز منها وساعة تتنرفز عليها وزعل منها وتزعل مني كل ده خلاص هينتهي فالابدية هتبقى ايه جميلة بدل ما اده اقول يا ريتني ما كنت عملت كده في امي ويا ريت فاهمين الفكرة فارق بس الجمال في شخصياتنا مع بعض في وجود ربنا يسوع المسيح كيف السؤال الثالث اذا كانت التغيرات العمرية لها تبعيات في التغيير الذي دائما يتغير الى الحالة الاسوأ او الاوحش فما هو الاسلوم او الممارسات اليومية التي نمارسها في حياتنا قبل الوصول واثناء الوصول لهذه اللحظات حتى نكون عندنا طاقة لمواجهة الحياة والواقع في شكله الاسوأ وفي الامور التي لا تستطيع ان اغير معلش اول حاجة اني اواجه الواقع او المستقبل في شكله الاسوأ انا قريدي عملت ايه عملت في البرين عملت دايرة ومصار عصبي بيقول ان اللي جاي اسوأ اوكي مش شرط حتى لما الانسان على فكرة الانساني الايجابي حتى لما بيفقد حاجات بيلاقي عنده حاجات تانية يفكر فيها ايجابيات فبرضو هرجع اقول ايه بدل ما تشوف ان اه انا خايف من بكرة انا خايف من بكرة دا على فكرة وانا انا اول واحدة بقول الكلام دا لنفسي على فكرة ما تفتكروش ان انا يعني بقول كده عشان انا انسانة ايجابية مية في المية لا احنا بنحاول ان اه بكرة قد يكون صعب بس مش هقول ان خلاص بكرة صعب او بكرة هيبقى اسوأ خليني النهاردة افكر في ايجابيات النهاردة دي حاجة حاجة تانية اكتشف الحاجات ايه اللي مخوفني من بكرة ايه اللي مخوفني من بكرة وافكر نفسي انه ممكن يحصل ممكن ما يحصلش حاجة تانية برضو ان الواحد يعمل رياضة ان الواحد يفك يعمل حاجة اسمها اللي انا قلتلكو عليها استمتع باللحظة سيفر المومنت خلي في عشر دقايق في يومك تفتح لو مش قادر تنزل وتشوف جمال الطبيعة او لو حد ما عندوش مثلا في الشارع بتاعه مناظر حلوة افتح على سكرين سيفر وتحب بحر مثلا افتح مناظر وركز بالإنتانشن الواعي ان انا هععد اركز في هذا الجمال المنظر خلقت ربنا اما لسا ما هتبقى ايه ابتدي ادخل الايجابيات حتى لو في الاول عملتها كأني انا بدخلها بالعافية لكن ايه امرن نفسي لو فاكرين الستة وستين يوم شانا اكون انا استمعاك وانا ما عرفش الستة وستين هو العلم بيقول كده بس احنا عاوزين نعرف تفاصيل الستة وستين يتحمل فيها ايه كمان هو اكتشولي بيقولك ايه لو انا بطريقة معينة بعملها غلط او بكره بفكر طريقة سلبية باخد اسبوعين في ان انا ابتدي الطريقة الايجابية واسبوعين بضعف فيهم يعني الاتنين بيبقوا زي بعض الايجابي والسلب والـ 22 يوم اللي بعديهم يعني 22 يوم ببتدي أحط في مخي الفكرة الإيجابية الجديدة 22 يوم اللي بعديهم هما اللي اتنين بيبقوا زي بعض اللي بعديهم بيبقوا الحاجة الجديدة هي اللي بتاخد الـ Upper Hand السؤال الرابع بيقول أنا باستغرب من الناس الأجانب اللي بيمروا بنفس ظروفنا وفي بعض الأحيان في ظروف أصعب ولكنهم سريعا ما يواجهوا الواقع ويعيشوا حياتهم بصورة وقعية فقال هذا بسبب اسلوب التربية التي تربينا بها أو علشان نحن شعب نجيد الحزن كيف نستفيد من وجودنا في هذا المجتمع في تغيير نظرياتنا في الحياة سؤال لطيف جدا جدا بص يعني أنا هقول حاجة لأن المكتبع فعلا دا ييورينا إزاي أن الطبع والتطبع آآ آآ، سوري مش التطبع سوري الألم والمعاناة احنا شعب بينه جيد المعاناة مش عايزة اقول ان دي حاجة يعني مش عايزة انقض الشعب بنا او الطريقة اللي تربينا بياه كل واحد تربيه بطريقة مش مهم انا تربيت ازاي بس انا النهاردة اتعلمت حاجة جديدة اتعلمت ان انا ساعات ازود الألم بتاعي وزود المعاناة بان انا ادول او اعيش اكتر خليني اقول اكتر المواقف السلبية وطبعا احنا مقدرش انكر ان احنا مجتمعنا في جزء كبير من المجتمعات يعني احنا مثلا يقولك زمان كانوا يقولك لو حد مات يا خبر هتلبس فاتح اللبس مالوش اي دعوة بالموت بس الناس تقعد لبسة اسود سنة واللي يقعد ثلاث سنين مش عشان خاطر انه هو ليه اي علاقة بس خلاص ارتبط في ذهننا اننا لو حد ماتلي يبقى اذا عيب اننا افرح عيب اننا مش افرح عيب حتى اننا اغاير لبسي او اغاير اكلي فآه بلا شك احنا المجتمع سواء خلي بالكم المجتمع هنا برضو فيه حاجات سلبية بس يمكن اللي شيء بالخصوص الحزن والكده احنا بنشوف احنا عندنا تندنسي للا ايه لان احنا ندول على الحاجات او نعود على نكتر الحاجات السلبية فالنهاردة انت او انتي او انا اتعلمنا حاجة جديدة لازم نبتدي نطبقها اوكي فدي ازاي نقدر نتعلم المجتمع مش كل يعني فيه حاجات كتيرة احنا خدناها من غير ما نفكر فيها وبنعملها عشان الناس تقول ايه مثلا وحاجات بتأذينا لكن لازم اعود اعملها عشان انا خايف من الناس ابتدي افكر بقى في حياتي واقلب واشوف هل انا فعلا عايز اعمل الحاجة دي وانا بعملها بس عشان الناس ما تقولش علي فدي كلها برضو برمجة برمجة للمخ السؤال الخامس دكتورة لسه عندك وقت او انا عندي وقت بس المهم من انتم طيب السؤال الخامس بيقول رغم اني عارفة ان حياتي على الارض محدودة ولكن برتعب من فكرة الموت وماذا سوف يحدث لي او ماذا يحدث لشريك حياتي وكيف يعيش وكيف يعيش كل واحد منا بدون الاخر وهذا الموضوع بيخليني مضطربة جدا جدا ومش قادرة اتوقف عن هذا التفكير ماذا اعمل علشان اوقف هذا التفكير اوكي كلنا بنخاف من الموت ما نقدرش يعني حد يقول يا سلام انا لا الموت على فكرة ده اخر عدوه يبطل فهو الموت عدوه ما نقدرش نقول يا سلام الموت ده الموت عدوه بيخوفنا وهو اخر عدوه يبطل خلاص فاة كلنا بنخاف من الموت لكن احنا الفكرة ان انا ابتدي اعلم نفسي امتى بدخل في الفكرة الفكرة دايما بتجرني بحاجة صغيرة على صغيرة خالص موقف يحصل فيلم اتفرج عليه مكالم التليفون وحد ما ابتدي افكر في التسلسل فالشخص ده محتاج يتعلم او تتعلم ان اول ما ابتدي ادخل في السلسلة دي ادور ابتدي اخلق مصار جديد انا مش اغير اه احنا هنموت والموت مخيف وكل ده بس ابتدي اخلق مع الفكرة ده مصار جديد من ان السماء جميلة مش ان انا هموت وهروح السماء وابتدي افكر تاني في الموت لا ان قد ايه انا ساعات احس معرفش ابونا يعني صلحني لو انا غلطانة محتاجين نتأمل في السماء حتى لو نخلقها نخلق واقع جميل احلى حاجة بحبها دي هيبقى احلى منها في السماء فانا شخصيا بحس ان ساعات السماء ده محتاجين نتأمل نفكر فيها ونخلق لها صورة يعني انا لغاية وقت يعني اضلت كنت جالي السماء دي وقد حاجة بتزهقني جدا ما كنتش بقدر اقولها لحد السماء دي عاملين زي ما يكون استاد قاعدين كلنا نتفرج على ربنا في النص فدي فكرة طفولية جدا جدا يعني انا ما ادركتش ان انا السماء نخلق صورة جميلة للسماء لو نقرى سفر الرؤية 22 21 22 من اول 20 قد ايه جميلة beyond على قلب رشد لا يخطر على قلب بشر مش معنى كده ان انا ما خليهوش يخطر لا هو beyond يعني خليه يخطر على بالي وفكر في جماله بس برضو مهما وصلت للجمال ده هو اكتر انا فيه النصيحة بعد اذنك دكتورة اللي بعت السؤال ده او اللي بعتته اسمعوا ابونا ابونا تدرس ملطي كتير كل كلام عن السماء والفرح بالسماء فده بيدي طاقة إيجابية جدا مش وهم بيجيب من الواقع ومن قصص ومن حياته هو تأهس ان كل الكلام دايما يسحبنا على السماء والفرح فيها فعلا فعلا يا ابونا بجد ايوه السؤال السادس دكتورة كان قدري اني كنت بعيش حياتي لوحد ولكن الظروف وصحتي جعلتني اعيش في بيت ولادي كل بأسرده وطبعا لضمان ان اعيش في سلام دائما اعيش في صمت يتقلنه بالمشاكل ولكن في داخلي صراع وعدم سلام فكيف اعيش بدون ضغوط في الواقع الذي لا استطيع ان اغيره خلي بالك دكتورة كل الناس بيسألوا الاسئلة وبيحطوا الموضوع بتاع الموضوع واقع مش اقدر اغيره وهم كل الاسئلة عاوزين يعرفوا ازاي تعيشوا مع اللي بشاقدر يغيره ده حلو سؤال جميل انا بس عايز اقول نقطة ان احنا ساعات بنقول ان احنا مش عايز يعني ازاي مش هقدر اغير الواقع لكن انا جوايا بدور على طرق اغير الواقع فنخلي بالكم من النقطة دي لان احنا بنقول مش هنغير الواقع بس في نفس الوقت احنا مش منفتحين لان احنا نشوف الواقع بطريقة جديدة فانا ممكن انا عارفة ان دي شيء مقلم جدا ان يعني ان الواحد يحس ان هو مش بيعمل اللي هو عايز او اللي هو متمنى لكن اجان قبول اللي انا يا رب ممكن ابص لظروفي ان انا اه انا ما بتكلمش ممكن اقول لها اشوف ازاي انا مش قادر اتكلم انا اتخرصت انا كنت زمان بقول رأي دي طريق التفكير تخليني احس بايه تخليني احس بالضغط تخليني احس بان انا ان انا متغاز ومتدايق لكن ممكن لما ابتدي اعمل بقى مسار جديدة اقول ايه يا رب اشكرك انك مساعدني ما تكلمش شكرك انك عطتني حكمة ما تكلمش واعمل مشاكل اكتر يا رب اشكرك لان انت اياما بتشوفنا بنعمل حاجات وبتصمد فابتدي اشار اشرك واجعي بقى مع المسيح يعني ايه اخليه ايجابي بان انا اشوف الاجي اشكر ربنا ان انا لقيت مكان حلو صحيح ما كنتش اتمنى ابقى فيه لكن ومش سهل يعني عايز اقول ممكن مش مرة واحدة كده هدوس على زرار في مخي وحس ان انا اسعد انسان بالوضع اللي انا فيه لا ده عايزة تدربت فكل مرة هيجيني فكر امتى بقى انا زهقت انا او او انا ساكت ومش قادرة اتكلم وشايف حاجات تغذني ابتدي افكر في حاجة انا مليش دهوة خلاص انا كبرت عيالي وهم حرين مع بعض انا خلصت انا خليني افكر في الحاجات الاجابية اشغل نفسي بحاجات بدل ما بقعد بسمع وبقول لنفسي انت مش قادرة تردي مش قادرة تردي اقول لنفسي ايه اشكرك ان انا يا رب خلصت مسئوليتي فابص على الايجابيات من الموقف فيه سؤال تاني بس انا بستأذن الاخت اللي بعدت قولي ان انا هقوله بملخص لانه مكتوب بطريقة يمكن ما نحبش نقولها بالتفاصيل بتقول جوزي شخصية نرجاسية الملخص انا اللي عملته بتعامل معايا بطريقة لا ادمية ومع اولادي ومخلي حياتي جحيم رغم انه مع الناس اكثر من رائع وشخصية مختلفة حاولت معهم محاولات والاباء حاولوا معايا للتدخل ولكن بلا فائدة كيف اتعايش مع هذا الوضع المؤلم الغير قابل للتغيير يعني هي دلوقتي وصلت لمرحلة ان هو ده حياتها هي بقى عاوني تاخد من حضرتك طاقة ايجابية في التعامل لان يعني هو طبعا السؤال كان طويل اوي بس انا لخصته في كده يعني عشان ايه عشان الوقت وعشان برضو بص يعني هو طبعا اسئلة الشخصية انا مش بقدر جاوب عليها على الملأ في اسئلة كتير خالص خالص يعني انا مش هقدر ادي اي نصايح ان جانرال غير ان طبعا يعني خدي اذن اتكلمي مع ابي اعترافك ان احنا يعني ما نقدرش نتعايش في حاجات فيها خطورة فيها ابيوز بذات فيزيكال ابيوز فيزيكال ابيوز ما فيش فيه مش هقدر اقول لك معلش تستحملي وتعايشي ولا هقدر ادي نصيحة لكن لو فيه فيزيكال ابيوز وضرب وخطورة لازم ترجع شخصة الانسانة دي ترجع لأب اعترافها وترجع لأباء الكهنة لان انا مش هقدر اقول يعني ما اقدرش اقول لحد في حالة خطر تعايش فمعرفش يعني انا مش هقدر دي بيان بتاعي هي كتبة ان محاولات الكهنة يعني ما كانتش ما وصلتش لحاجة يعني طبعا يعني استأذنك لو هي طلبت انها تتعامل معاك بطريقة يعني تتكلم معاك عندك وقتل كده ولا تخليها مع الاب الكاهن انا افضلت مع الاب الكاهن معلش لانها التليفون بيبقى ساعات صعب ان انا يعني اخد يعني الموضوع اكبر من ان انا ارد رد صغير عايز هيستري عايز اخد هيستري عايز اخد تفاصيل جمدة اوي اوي عن الفاميلي هيستري والفاميلي سيستم والحاجات دي كلها ما بيبقاش سهل فانا اسفة بتأسف في سؤالين بس في ناس رفعين ايديهم تحب داليا مونا مونا ويليام مساء الخير زكية دكتورة انا مش قادرة اعبر عن شكري وامتناني للمحاضرة القيمة حقيقي انا استمتعت جدا وخصوصا حضرتك يعني لخصتي التشوهات الفكرية لنظرية البرت الاس وانا كنت في رحلة شيقة جدا وعايز اقول حاجة انا طبعا ابونا الاية اللي قالها تغيروا عن شكلكم بتجديد اثانيكم دي انا بحطها الشعار فعلا في الموضوع اني الطبع مش بيتغير لا وعندنا اجزامب الحلوة قوي اللي هو موسى الاسود وشاول اللي هو بقى بولس لو هنقول ان الطبع مش بيتغير لا احنا قدام اجزامب القوية جدا شخصيات بقت موديل لنا ان احنا تبقى جيد لنا ان احنا نصدق ان الانسان بيتغير مهما كانت الظروف عايز اقول جزئية وحضرتك تأكد عليها ان مهمة اوي ان يبقى عندي وعيزاتي بشخصيتي بمهاراتي بوزناتي لربنا مدهاني قناعاتي الشخصية اساسا هي اللي بتحركني في المصاري الايجابي وفي نفس الوقت بتديني الابتكار في الطرق اللي هي تدخني في الحتة الايجابية وان انا هيرا ناو لازم استفيد منها وفي نفس الوقت ملكة او مهارة ان انا ابقى كرياتف من كل حاجة بسيطة قدامي اقدر اللي يقولك يعمل من الفسيخ شرباط احنا عندنا القدرة دي وربنا مدينا التفكير ومدينا المهارات فانا حابة اثام من هذه قصة اذا كان اتوافق لا اتشولي دي حاجة رائعة اللي انت قلتي ده تعليق رائع جدا حتة الوعي بالذات لان دي ساعات بتنقصنا عشان كده انا قلت محتاجين نقعد في هدوء محتاجين يبقى كل واحد في اليوم على الاقل ربع ساعة قاعد ساكت مش عايز اقول ما يصليش يبص ربنا ويكلمه لكن مش هنقعد ساعات احنا بنتكلم وبنسمعش مش عايزين نسمع احنا بنتكلم بس عشان نقول وبنكرر لكن مهم قوي الصمت مهم قوي تقام اعداد الهادية المدتيشن اللي هي مش المدتيشن يعني ان انا قاعد خلينا نبسطها كده ان انا قاعد مركزة بس في اللحظة اللي انا قاعد فيها الكرياتيفي حاجة مهمة حاجة كمان يعني انت قلتيها وجميلة خالص ان احنا نكتب كمان يعني الكرياتيفي زي ما انت بتقولي كل واحد يكتشف نفسه يسأل نفسه وانا ليه انا زعلان احنا عندنا مشكلة ان اول ما الواحد حاجة بتحصل في حياته بيجمت على طول ويقول فلان عمل وفلان يقصد وفلان يسوي ونجمت او ننط على طول على ان انا قالوم حد لو انا قاعد اقوله وانا لما فلان ده قال ايه حتى لو قصد زيني انا تقزيت في ايه انا حسيت بالقلة قدامه انا حسيت ان انا اقل انا حسيت ان انا غيران انا حسيت ان انا متدايق انا حسيت ان انا لازم اتعلم اكتب مشاعري كل ما اكتب كل ما يبقى عندي وعي اكتر بس فعلا اللي انت قلت ده رائع يعني ملخص ربنا يا خليك انا باتعامل مع شخصية سلبية بطريقة يعني صعبة جدا مفيش مرة بنتقابل او مكلمة كم من السلبية سموم يعني دي تعتبر من الشخصيات السمة فانا هقول لحضرتك انا بتعامل ازاي وتقوليلي انا كده صح ولا لا اولا هي لما بتوع تتكلم من اول ما بتتصل سلبي سلبي هجوم 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 فجيت في مرة بقيت عملها ديسبيوت يعني انت بتقولي كذا وكذا مش كده القصة ترجع تاني لنفس الدايرة بتاعتها الفكرية فانا بقيت اقول لها بصي احنا المكالمة اساسها ان احنا نتطمن على بعض ونقول اخبار حلوة هقولك انا عملت اكل حلوة اديكي طرقتها يعني بحاول اغير المصار فهي نفس المنتاليتي بتاعتها مفيش تغيير انا بقيت اعمل حاجتين اضطر اكلمها وانا على الباب عشان نو تايم عندي وبأكلمك لو هيبقى في عندي وقت والحاجة التانية ببعت لها شورت ميسج واقول لها طمينيني عليك لان انا مش قادرة لانها شخصية يعني انا اشكر ربنا انا بعمل ستوب للافكار السلبية بتاعتها بخليهاش يعني تأثر علي لاني عندي قدر على دا لكن هي مش بتحاول تستفيد من الافكار اللي انا بقولها لها وفي نفس الوقت سعب ان انا اقطع علاقتي بيها فرأي حضرتك ايه مع الشخصيات واشكر جدا طبعا التعامل مع الشخصيات اللي زي كده عايزة حكمة قوي لان بس حلو ان انت بتقدري يعني ما تنجذبيش للسلبية بتاعتها ممكن ما تكون ما تقدريش تستغني او ما تقدريش ما تكلميهاش لكن حلو او انت عملت بلان لنفسك فده حاجة حلوة او انا بس عايزة اقول نقطة انت قلتيها بس عايزة اوضحها اكتر عشان لو حد عنده نفس الوضع ساعات احنا بندخل في الاحاديس الكتير مع ناس زي كده لان احنا عايزين نغيرهم مع ان انت من كلامك انا ما حسيتش بكده لكن برضو انا عايزة اوضح النقطة احاول لما حد يقولي حاجة سلبية وانا احاول اصلى حاله وبعدين حاجة سلبية وراها بعدين اصلى حاله انا بتعبه وبتعب نفسي لان في الاخر اولا انا بتهيالي ان انا هغيره فانا محدش بيغير حد غير لما هو يحس من جوا ان هو عايز يتغير اكي تاني حاجة الشخص اللي بيشتكي بيشتكي ساعات بيبقى عايز من اللي قدامه كل اللي عايزه من اللي قدامه يقوله يا حرام ياه ده انت يعني ظروفك صعبة لكن احنا بنعمل احنا ساعات لما حد يقعد يشتكي نقعد نطمنه ونشوف نديله اللي احنا خدنا النهاردة في موضوع الاجي نحطه في ببرونا ونديهله بالعافية احب اقولك حاجة اقولك وكلك وانا اولك بقول لنفسي الحكاية دي مش هنقدر نغير الناس لكن لازم بيعندي سنس لقيت نفسي اجهدت من انا بحاول اصلح اصحاول اصلح اوقف واسكت او في بعض احيان بيبقى كل اللي قدامي محتاج يخليني افاليديت يعني احس بالوجع اللي هو فيه وانس حسيت بالوجع بيبطل شاب فدي برضو حتة منحتاجها ساعات ان احنا لما بيبقى في حد بيشيك كتير محتاجة بدل معه ضطمينه وقوله ما تخافش وانت عندك حاجات حلوة وانطبق اللي احنا بنقوله لأ ساعات بيبقى اللي موجوع قوي عايز يقوله يا ده انت ظروفك صعبة فعلا ربنا يقويك طبعا دي عايزة تستخدم بحكمة لان مش عايزة حد اقوله كده اعمله يأس لكن في نفس الوقت هو بيبقى محتاج ساعات ان حد يحس به مدام مارجريت لو سمحت على قد انا اول مرة الحقيقة احضر معاكم مبسوطة جدا جدا استفدت كتير قوي قوي مبسوطة لكل المجهود بتاعكم الحقيقة هو حاجة بس سريعة انا خدت بالي ان هو بيتسجل وانا ما حضرتش من اولها من اول المحاضرة فنفسي احضره كله او لو كان فيه حاجة قبل كده ازاي اوصل لها عشان واضح ان الدكتورة كلمت في الموضوع ده قبل كده فبس عايز اعرف الوسيلة عشان اسمحها القريبين لا انا بنساجل كل حاجة وهبعدها لحضرتك بس بعتيلي بزبط ايه استاذ مونير هي في جروب ايه انا منزلة على كل الجروبات انا الجروب بتاعي نعم الجروب اللي انا فيه بتاع الكنيسة عندنا في ميلتون اللي هو توس دي ايوة ايه 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 انا منزلة اللينك وحنزلكوا التسجيل بس لما يبعتوا الاستاذ مونير وممكن قبل كده لو اصفل قطع الكلام اللي هو الحاجات الخاصة بالموضوع ده من الدكتورة من قبل كده ينفع من اوله من اوله الاخر يعني اعصد دي اول محاضرة هي تقولها ولا كلمت قبل كده لا لا المحاضرة دي مرسي جدا الف شكرا للمجبوداتكم كل اوكم ربنا يعوضكم رسي قوي لابونا ورسي كل الناس الف شكرا احنا اسفين تاني ان احنا طولنا قوي المرة دي بس انا حس ان انتم مش متدايقين يعني طبعا الدكتورة هي اكتر واحدة اخدنا وقتها وقت ابونا بس يعني معلش صولنا عن كل مرة بس تعيشوا كل مرة وابونا يختم لنا الاجتماع بالصلاة ابونا اللهم اجعلنا مستعقين نقوله بشكر يا ابان اللذي في السماوات اتقدس اسمك بياتي ملكوتك تكن مشيئته كما في السماوات كذلك ارض خبزنا كفافنا نعطين اليوم اخفرنا زنوبنا كما نخفرنا احضر المزبين علينا لا تسخنف تقلبها لكن نجنم الشيري بالمسيح سعر بنا كلمون بك القول همضوا بسلام سلاما ربكم معكم شكرا دكتورة شكرا 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 شكرا